بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. ان شاء الله رب العالمين في الفيديو هنحل مع بعض كمية اسئلة مهولة على قاعدة لست الرات. وده اللي احنا بنعمله من اول ما بدأنا مع بعض. على كل قاعدة بنحل على الاقل مئة جملة. القاعدة دي هنحل عليها اكتر من مئة جملة ان شاء الله مئة اتنين وعشرين تقريبا. وكلهم افكار مختلفة. عادي تتشرب القاعدة بشكل كويس محترم حتى لو القاعدة ما كانتش مقررة في المنهج الجديد فعمل حسابك ان ده منهج انجليزي يعني منهج لغة. فحضرتك مطالب بالقاعدة اللي عندك واللي مش عندك. اول سؤال بقول لي. عربيته مش موجودة هنا. هو عربيته مش موجودة. يبقى اكيد خرج. اكيد فعلة يبقى مصد. اللي هي رقم اي. طيب امال امتى نستخدم شد يبقى كان يجب ان يفعل. لازم بعدها عشان تبقى يعني كان يجب ان يفعل. اي. انا اي 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 او اي او اتبوا ام بعدها عشان بيا It looks like الدنيا عاملة زي ما يكون هي هتشتي يعني ربما تشتي يبقى May rain طب ليه ما ناخدش must rain يعني أكيد هتمطر انت بتقولي أنا لو مكانك هاخد شمسي الدنيا زي ما يكون هتشتي يعني ربما تمطر She wanna prizes يعني هي فات بجوائز for her research فات بجوائز لأبحاثها She worked hard Worked hard يعني عملت بجد يبقى أكيد عملت بجد أكيد يعني must have and must have worked Have you looked next to your computer انت يابني بسيط جنب الكمبيوتر بتاعك أعتقد ان هو ان انت ربما تكون سبت المفاتيح هناك يبقى May قال لكم أعتقد يبقى May مباشرة طب لو قال لك I am sure you must have left I can't believe you have been waiting all this time أنا ما اعتقدش أبدا مش قادرة تبدأ نفسي انك استنيتني كل الوقت ده You be really poored انت أكيد زهقت على كده أكيد يبقى must be poored من المؤكد انك تشعر بالملل she not studied really hard هي ذكرت باجتهاد she posted all her exams with excellent جابة امتياز أو كل المواد بتاعتها كانت فاها امتياز يبقى أكيد ذكرت يبقى must have والتصريف الثالث ف must have studied طب يا مستر لو قلنا might study ما تنفعش ما ينفعش يستخدم might وبعدها فعلي موضة بسيط طب should have studied معناها كان يجب أن تذاكر فلو خدنا should يبقى كان يجب كان يجب أن تفعل طب خدنا must have يعني أكيد فعلت أكيد ذكرت طب كانت have يعني أكيد مش ذكرت طب تقول لي هي جابة امتياز يعني أكيد ذكرت number seven the teacher is angry الأستاذ إعلان من سارة يبقى هي have done here homework أكيد مش بص أكيد مش عملت واجبها أو كان المفروض تعمل واجبها لو خدنا must have done يبقى أكيد عملت واجبها يبقى مالز علان ليه couldn't have done يعني كان من الممكن إنها تفعل شيء أو ما عملتوش طبعا كونت لا cut عايزين بعدها 2 يبقى إحنا عايزين نستخدم كلمة can't هركز المدرس زعلان من سارة هي أكيد مش عملت الواجب يبقى can't have done وعلى فكرة كان ممكن نستخدم هنا should بس يبقى الجملة معناها المدرس زعلان من سارة هي كان مفروض تعمل واجبها حتة كونت عشان نربكت مننا كده أنا تفهم إن كونت دي ممكن نستخدمها بدل can't لو كانت مش موجودة شفت الكلام الواضح لو كانت مش موجودة عمره ما هيسمحك المفروض ما كنتش تزعق له المفروض مش يبقى should have shouted طب لو خذنا can't have can't have يبقى أنت أكيد ما زعقتلوش يبقى يزعى من لك الرحلة أصلا بس بالتحديد عشرين دقيقة يبقى هو أكيد وصل أكيد يبقى must have arrived طب كانت أكيد ما وصلش انت بتقول للرحلة أصلا عشرين دقيقة فقط بس هو أكيد ما وصلش لا ده انتقول لي هو عشرين دقيقة بس يعني أكيد وصل أكيد فعل الحفلة الموسيقية كانت رائعة انت أكيد come you really not come should have come انت فعلا كان المفروض تيجي ولا shouldn't المفروض ما كنت ش تيجي ولا must have يعني أكيد أتيت ولا could have يعني كان ممكن تيجي بس انت عملت حاجة تانية أنا بقول لك الحفلة كانت عظيمة انت كان المفروض تيجي والله يبقى should have come طيب بعد كده بقول لك رقم 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 حضاشر المدير في مود صعب جدا يعني متعاكن الاجتماع جيد يبقى الاجتماع كان جيد ولا لم يكن جيدا أكيد لم يكن جيدا أكيد مش يبقى كانت هاف والتصريف التالت كانت هاف بين سارة سعيدة وين شي فاونت أوت شي ووز بين برموت لما تمت ترقيتها أكيد كانت سعيدة يبقى مصد لو قلتلي كانت يبقى أكيد مش سعيدة لو قلتلي أوت يبقى يجب أن تكون سعيدة يعني ربما أنها تكون واحد تم ترقيته فأكيد سعيد كان مبارح لازم أستنى ساعة لما الوطوبيس يجي حدثة أو ربما اضراب يبقى أنت بتقول لي أنا مبارح استنيت ساعة كاملة ربما أن كان في حدثة أو ربما أن كان في إضراب مش عاد يبقى أو ميل اتنين ينفعه طيب يا مستر ما اتأخرت ساعتين ليه ما ناخد مصد ما هو انت لو انت متأكد أن في حدثة ما كنت ش هتقول لي أو إضراب مش مع فلوس تكفي ليس معه نقود كافية يبقى أكيد ما مصد يبقى مصد هاف آآ لا ده فيه سنك يبقى ميت ربما تاني كده لو ما فيش دي هنا كنت أقول لك هي مصد هاف تش أكيد غش لكي أنت بتقول عادل محلش أصلا ما رجعش للامتحان أعتقد يبقى ميت مباشرة أعتقد وأنا مش متأكد يعمل حسابك ان الاثنين ميت ومن غير كلام صعب انك تتسلق الجبل ده في أطفال فوق الجبل يبقى الجبل تسلقه مش صعب لأن في عيال يبقى كانت بي وما لو خدنا مصد بي يبقى اللي بطلع بيموت فمصد بي دي اكيد صعب سبعت آشر مدام مدام في ما ينفع شد ولا ينفع مصد لأن الاثنين دول ما ينفع بعدهم انت بتستخدم أو يعني يجب أن يعني لا يجب انت بتقول لأطفال يعملوا دوشة في المكتبة يبقى المفروض ما يعملوش دوش الرحلة تأخرت أربع ساعات يبقى زير نقط باد وذر يبقى اكيد اكيد التاكسي كان سيئ فرنس انت قلت اكيد التاكسي كان سيئ اكيد يعني مصد يبقى مصد هاف بين و باد وذر طيب يبقى ثاني كده الرحلة من باريس لفرنسا او من باريس ما عرفش راح تفين كده اتأخرت اربع ساعات يبقى اكيد كان هناك تاكسي سيئ تسعتاشر you not put your code حط المعتف on the floor now have put انت ما كانش المفروض تحط الجاكت عالارض او الجاكت هتوسك عشان ترتاح رقم عشرين علي مش في القطار ده يبقى هو ربما يكون ركب ولا كان طبعا ملناش دعب مش في الاستنباط دي كان يلي يجب ان بس ما يجيش بعدها بارتص بل عايز بعدها مصدر فمن الاختيار المتاح قدامك بمعنى علي مش في القطار ده هو ربما يكون ركب القطار اللي بعده فهنستنى زينب لم تتوقع ان هي رسمتها كتجيدة معنى كده ان زينب اكيد اندهشت اكيد يعني يبقى مصد هاف بين طب ليه مش مصد بي لان دي اكيد يكون لكن دي اكيد كان فانت بتقول لي زينب اكيد كان مندهشة لما فازت اثنين وعشرين بيقول لك زير is a lot of traffic in the on the road في زحمة كتيرة عالطرق النهاردة لذلك احنا نتأخر مصد هاف بين اكيد كنا كانت بي اكيد مش هنتأخر مائت بي ربما نتأخر او بي يجب ان نتأخر انت بي يوجد زحمة في الطريق النهاردة فاحنا ربما نتأخر النهاردة يبقى مائت بي هتقول لي مش مصد هقول لك مصد دي معناها اكيد احنا اتأخر الجملة اصلا مضارع انت بتقول لي في زحمة على الطريق فاحنا ممكن نتأخر سامي بيشعر بالالم او بالمرض دلوقتي اعتقد ان هو يجب ان يرى طبيبا يجب تاني كده انت قدامك اصلا فما نفع شد ولا مصد ولا كان معهم فانت بتقول سامي مريد اعتقد انه يجب ان يرى الطبيب طيب هتقول لي مش مش دي عايزة ميت حتى لو في ميت مش هناخد عشان تو اللعب شكلهم كده حزين يبقى هم اكيد مش اكيد مش فازوا اكيد اللصوص اللصوص دخلوا من خلال الشباك بص ماذا للشباك مفتوحا يعني اللصوص اكيد دخلوا تعالى نشوف اكيد دخلوا من الشباك يبقى مصد اللي هي دي اكيد اتوا مصد اكيد بيأتي ده مضارع كانت يعني اكيد مش ربما يأتي ربما يأتي هتقول يا مستر طيب انا ممكن اقول لك اللصوص ربما ان هم دخلوا من الشباك عادي يعني انا مش متأكد ما لو حدودك عايز استخدم ميك هتقول لي مي هاف كم معناها ربما انهم اتوا ماضي يعني بصراحة احنا مش متأكدين اللصوص ربما انهم اتوا او ربما انهم هربوا ربما انهم هربوا يبقى ميت هاف سكيبد منا نسيت ان احنا عندنا متحان بكرة بسلامتها يبقى هي نقط هاف ستار تريف مونا نسيت ان عندنا متحان بكرة هي كان المفروض تبدأ تراجع من الاسبوع اللي فات يبقى شد وكان ممكن استخدم او اللي معناها يجب ان برضو هو في الفصل بقول لك هو في الفصل انا شفته من ديئة واحدة بالزبط في المكتبة يبقى هو اكيد مش في الفصل ده نشايف في المكتبة يبقى هي كانت بي ان كلاس هدا كانت زعلانا وز يو يستر دي كانت زعلانا لك مبارح انت كان يجب انك تعتذر على انك قلت الكلام الوحش ده يبقى شد او قلت طب لمي ما ناخدش مص اسمها كان هاف طب مص انت هاف ما فيش حاجة اسمها مص انت هاف خد بالك نفي مص اسمه كانت وانت بي هدي كويس تلاتين بقولك جون هاس فرجت ان اباوت ز ميت جون اصلا نسي الاجتماع نسي الاجتماع احنا كان المفروض نفكره مبارح بصراحة احنا غلطانين يبقى يبقى شود هاف لو انت قلتلي مص هاف يبقى اكيد ذكرنا مبارح اذا 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 نسي انا احس بالبرد انا كان المفروض بص تقول كان مفروض اجيب الجاكت معايا يبقى شود هاف بص بارتسب يبقى شود هاف بروت اي بريد بط اي دين نو وي نيد انا عيش بس انا ما كنت اعرف ان احنا محتاجين يعني كان ممكن اشتري عيش والله بس ما كنت اعرف يبقى كود هاف بروت كود برينج يعني استطعت ان احضر يعني اكيد اشتريت اكيد جب يعني لا يجب ان احضر انت بتقول لي انا كان ممكن اجيب عيش بس ما عارفش ان ان انا خايف لما يكون في مساحة كافية يبقى احنا اكيد داعينا طبعا فنقول او كان المفروض ما ندعيش فنقول هاف الاختيارات فهي دي احنا ما كان ما كان المفروض نعز الناس كتير بالمنظر ده احنا خايفين ما يكون في مساحة تاخدهم اه فتتها الرحلة كان المفروض كان مفروض تصحى بدري يبقى تصريف ثلاث يبقى اللي بعد كده انا سبت العجلة قدام المكتبة او اختفت شخص اكيد حد خدها لانها مش موجودة يبقى مصد اي انا حاس بالتعب دلوقت يا ريتني مكلتش المفروض مفروض ما كنتش اعمل كده يبقى شود انت هاف ايت طيب لم يا لم يا اي اي لو هي ذكرت بجدهات كان ممكن تنجح شوف كان ممكن تنجح لكنها ما نجحت يبقى كده باصد اهو دلوقت هيزعل ويدفل انصين انت المفروض ما كنتش تبقى سيق معهم كده المفروض ما كنتش تكون يبقى اتصرت بي من تليفون واحد صاحبها يبقى هي فقدت الموبايل يبقى اكيد فقدت الموبايل يبقى مصت هاف لست عشان اكيد فقدت لكن دي اكيد لم تفقد ودي كان يجب انت تفقد ومصت انت هاف ملحش ووجود في الاستنباط اربعين you not this job I can see you are not enjoying it انت شايفك مش مستمتع بالشغلانة دي يبقى المفروض ما كنتش تاخدها يبقى shouldn't have taken the race was really difficult السباق كان صعب هي because she is not fit enough هي مش لائقة بدنيا والسباق كان صعب يبقى اكيد مش فازت اكيد مش فازت يبقى can't have one لو انت فكرنا في اول الجملة قلت لك لو ملقيتش can't have خد مكانها couldn't have one طب الاختيارات دي لو فيها can't have couldn't have كنا ناخد مين can't have وانت بغمض مش لائقة بدنيا فهي اكيد لم تفوس الشجرة دي كانت شجرة شكلها حلو جدا يبقى جيران must have cut اكيد قطعوها كان ممكن يقطعوها ولا شك انتهاف المفروض ما كانوش يقطعوها المفروض ما كانوش يقطعوها المفروض ما كانوش يقطعوها لانها شكلها كويس اندرو have gone to Cambridge University but he decided to travel instead كان ممكن يروح زامعة Cambridge بس قرر يسافر كان من الممكن ان يفعل لكن وفعل اخر يبقى could you have bought some milk at the shops we don't have any احنا ما عندناش لبن اصلا في البيت يبقى انت كان مفروض تشتري كان يجب ان تفعل يبقى should I am sorry but summer isn't here انا ترى هنقول طبعا left قدامك but participle فما تفكر ش في can't الا ازا كان بعدها have ولا could الا ازا كان بعدها have ولا should الا ازا كان بعدها have عشان should have can't have كل بست وارتسبل فاحنا اخدنا must have I'm sorry انا انا اتاسف سمر مش موجودة هي اكيد مشيت 46 بيقول لك you not try to fix the roof yourself you could have fallen off and انت المفروض ما كنتش تحاول انك تصلح السقف الوحدك انت كان ممكن تقع وتتكسر وتموت وتصاب وكده كان المفروض ما تعملش يبقى المفروض ان نستخدم shouldn't have tried اللي هي should have والباست بارتسبل طب ما لقيتهاش يبقى انا اقول ought not to وبعدين have والباست بارتسبل الوقت قدام not to have يبقى شاو نكمل طيب هي not known it was your birthday otherwise وإلا انا متأكد ان هو كان هيجيب لك هدية واتمنى لك يوم سعيد يبقى اكيد ما يعرفش يبقى كانت have known مباشرة طيب بعد كده she doesn't answer her phone ما ردتش على التليفون يبقى هي اكيد كانت بره يبقى must be out must be out اللي هيدي it be expensive traveling around London bus and underground tickets cost a lot of money الاوتوبيس والمترو بيكلفه فلوس كتير جدا يبقى السفر اكيد غالي اكيد اللي هي must هذه must طيب لو اخذ مجموء كانت اكيد مش طيب she not be in love with him هي بتحبه she told me she hated him قالت لان نياب تكره تشوفه قدامها اصلا يبقى اكيد هي اكيد هي مش بتحبه يبقى she can't be in love طيب لو قلت لك انها بتحبه يبقى اكيد يبقى must there not been a sandstorm that streets are covered in sand الشوارع كلها متغطية بالرملة يبقى اكيد كان في عصفة يبقى must have been اللي هي رقم ايه طيب here not be at the gym right now وهو في الجم الان احيانا هو بيروح هناك في التوقيت ده هو بص هو احيانا بيروح هناك في التوقيت ده يبقى هو اكيد اكيد هو في الجم دلوقتي احيانا بيروح هناك في التوقيت ده طيب انت مستر مش المفروض تقول ماي هقول لك يا فندم الاختياط اصلا ما فيهاش ماي ولا معك في انها تنفع ماي i thought i saw june in town this morning بتحيالي شفت june في المدينة النهاردة but it been him انا شفت انا متأكد اني شفت june النهاردة في المدينة but see not him he is in greece this week هو في اليوناني عمي يعني اكيد مش هو اكيد مش هو يعني can't have مدام فيها مش يبقى can't he not have a job interview today هو عنده اجتماع النهاردة او مقابلة شخصية الوظيفة he is waiting to hear from the company مستني اسمع اسمه من الشركة يبقى mustn't ولا اكيد مش ولا سوف لا يكون ولا ربما ربما ان عنده اجتماع مقابلة ومستني اسمه علي have traveled to alexandria this morning he is ill in bed ولك علي سافر الاسكندرية الاسبوع النهاردة الصبح هو دلوقتي في المستشفى او في السرير النايم ما تحركش من مكانه يعني معنى كده انه اكيد لم يسافر اكيد مش سافر يبقى can't you not have been delighted when you heard you won the prize انت اكيد كنت فرحان لما سمعت انك فزت بالجايزة اكيد كان فرحان يبقى must طيب افرد بقولك you not have been اسمع كده لو انا بقولك في الجملة دي you not have been delighted when you heard you had lost بدل دي lost لما سمعت انك انت خسرت انت اكيد مش فرحان يبقى can't طيب علي not have forgotten he has got a very good memory يعني عنده زاكرة خارقة يعني اكيد لم ينسى اكيد لم يعني اكيد مش يبقى can't مباشرة كانت دي يعني لم ومش we will try to get there early but we arrive late if there is a lot of traffic احنا هنحاول نوصل بدلي بس ربما نتأخر لو كان في ازمة مرورية ربما يعني ميه he drives an expensive car ركب عربية غالية ومريش يبقى هو اكيد عنده شغلانة جيدة اكيد عنده يبقى must he not missed his train he will have to wait هو بقى اصبح لازم يستنى ساعتين كمان لحد ما اللي جاي الاوتوبيس اللي علي الدور يوصل يبقى هو must have missed اكيد فاته ولا should have missed كان يجب ان يفوته ولا would not have missed ناسية ان نقصته يبقى غلط يبقى هو اكيد فاته الاوتوبيس في القطار فهيستنى لما يجيلك واحد تانى بعد ساعتين look it's raining بص كده الدنيا بتمطر i have brought an umbrella انا ought to have كان المفروض اجيب اكيد ما جبتش اكيد جبت shouldn't have brought المفروض ما كنتش اجيب انت بتقول الدنيا بتمطر كان المفروض احضر شمسية يبقى ought to he near here because he comes to work on foot هو جنبنا هنا اصل هو بيجي الشغل ماشي يعني هو بيجي الشغل ماشي يعني اكيد ساكن جنبنا اكيد مشبتة ازاي يبقى must have left الاولى طب واحد بيجي بالطيارة يبقى can't have left حسن think that he did very well حسن كان متخيل ان هو حل كويس في الامتحان هو get the best results in the class يعني هو متخيل انه حل او يعتقد انه حل فربما يجيب اعلى درجة يبقى معيد طب لو قالك حسن حسن is sure يعني حسن متأكد انه حل كويس فهنا كنا هنقول must it not been very windy during the night there are branches في افرع شجر مرمية على كل سنتي في الارض يبقى اكيد كان فيه مبارح عصفة يبقى must have رقم بي طيب رقم بخمسة وستين i have left in the super market i had it on the bus on the way home i not have left it انا سبتها في السوبر ماركت i had it اصليها كانت فيدي اصلا وانا ركب الوتوبيس ومروح يبقى انا اكيد لم اترك الحاجة دي في السوبر ماركت اكيد ما نستهاش يعني يبقى كانت ثاني كده انت بتقول انا اكيد ما سبتش الموبايل بتاعي في السوبر ماركت لان هو كان فيدي لما كنت ركب العربي that not be maher he said he was going abroad ماهر قالنا انه مسافر برا فاللي قدامنا ده اكيد مش ماهر اكيد مش يعني كانت اللي هي دي i am leaving work now but انا ماشي دلوقتي انا هغادر الشغل دلوقتي ولكن i be a little late if there is traffic لكن انا ربما اتأخر لو كان في مرور او مستحم او كده you be tired انت تعبانة you have just woken up انت لس صحية دلوقتي حالا فانت اكيد مش تعبانة انت بتهزري يبقى كانت يبقى اكيد مش طب واحد شغال طول النهار يقوله you must be tired you know wakil because he went to the same school that we went to but he is a few years younger than we are بقولك انت عارف وائل لان هو راح نفس المدرسة اللي انت رحتها بس هو اكبر اصغر منك يبقى انت اكيد عارفه يا عم هو كان بروح معك نفس المدرسة يبقى مصد it's too early to have finished the exam بدري او انك تكون خلصت يا حبيب الامتحان he have finished وقولك it's too early to have finished the exam بدري او ان هو يكون خلص الامتحان يبقى هو اكيد مش خلص اكيد مش يبقى كانت عايز نعمل حاجة مختلفة النهار دول سبعين جملة بقي معنا الجملة من واحد وسبعين لحد الاخر هلالك انا حل تهم لوك كده زي ما انتم شايفين بس انا هنزلك الاجابات طبعا من لحد رقم مئة وعشرين انا هنزلك الاجابات من vanish الاسئلة من غير اجابات يعني الاسئلة من رقم واحد وسبعين لحد رقم أي اسمعني كده من واحد وسبعين للحد مئة واتنين وعشرين YO습니다 Hina м возможно ملب الاسئلة بدون اجابات وبعدين هنزل ملب الاسئلة bdf محلول حضرتك هتقارن اجاباتك بالمحلول وانا برضو هعمل لها فيديو لو عايزين او اسألوني في اللي انتم مش عارفيني بحيث ان انا عايز اكتديك فرصة تحل الواحدة كتير والفيديو ما يكونش طويل اتمنى انك الفيديو هات تبقى ماشي معاك تمام اتمنى انك تكون ماشي وفقا للجدول لو ما اتوهش مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته